وأنه يعلم السر وأخفى من السر سبحانه يعلم السر وأخفى من السر ولا يغيب عنه شيء في السماوات والأرض حتى كأنه حاضر مع كل شيء وقد دل الله عز وجل على ذلك بقوله وهو معكم أينما كنتم وفسر ذلك أهل العلم بالتأويل أن علمه محيط بهم حيث كانوا يعني يريد أن يقول بأن الله عز وجل مع استوائه على عرشه لا يغيب عنه شيء في أطراف مملكته فهو يرى الجميع ويعلم الجميع ويسمع الجميع ومحيط سبحانه وتعالى بكل شيء سبحانه جل في علا وهذه الآية إلا أنا وهي قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم استغلها المعطلة نفات الصفات على نفي الاستواء لله تعالى لأنه يقول بأن الله معنا أينما كنا ولكن ما معنا معنا هل معناه المخالطة يعني الله عز وجل بيننا يخالطنا أم ماذا معنا وهو معكم أينما كنتم وأنا أطالبكم أيها الإخوة الكرام من استطاع منكم أن يرجع إلى كتب من كتب السلف أو من أهل العلم ليعرف ما معناه وهو معكم أينما كنتم قال أهل العلم وهو معنى بعلمه سبحانه وتعالى جل في علاه فهو لا يعزب عن علمه شيء في السماوات ولا في الأرض فهو معنى بعلمه محيط لنا بقدراته سبحانه وتعالى جل في علاه ولذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال في قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم وتعرفون مكانة الإمام أحمد رحمه الله هذا العالم الرباني الذي أوذي في سبيل ربه ومولاه في محنة خلق القرآن ولم يقل بحال بأن القرآن مخلوق لأن القرآن صفة من صفات الله عز وجل وهي صفة الكلام فكيف يكون في الله شيء مخلوق الإمام أحمد الشاهد أنه ابتلي ابتلاء شديدا ولكن ماذا قال في هذه الصفة أو في هذه الآية وهو معكم أينما كنتم قال رحمه الله تعالى إنما يعني بذلك العلم يعني معياته لنا ليست مخالطة لنا ليس معنا وإنما هو فوق سماواته على عرشه سبحانه جل في علاه بائن من خلقه فمعنى قال وهو معكم أينما كنتم إنما يعني بذلك العلم لأن الله تعالى على العرش فوق السماوات السابعة العليا ويعلم ذلك كله وهو بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان ذكر ذلك في رسالته السنة رحمه الله تبارك وتعالى اشتركوا في القناة